لآن وصف مجموعة من النقاط على شكل كروي يقول هنا قم بتعيين مستقيمين يحتويان النقطة M إذن أول إشي بدنا مستقيمان يحويان M أول خطوة ثم بدنا قطعة مستقيمة تحوي S قطعة مستقيمة تحوي S ثم يريد مثلث في كل من الأشكال الآتية هنا وينها النقطة M؟ طبعا النقطة M هي التقاطع هذا نقطة M مستقيمان يحويان M عندك JQ هذا أول مستقيم JQ حط إشارة مستقيم زيهي عندك CB أيضا مستقيم وقد يكون هناك إجابات أخرى قطعة مستقيمة تحوي S وينها S هذه؟ لحظ لحظ لج تحوي S أو CB تحوي S لنقول لج قطعة مستقيمة تحوي S مثلث عندي هاي F روعة G روعة M هذا مثلث شايفينه إذن مثلث بنقول المثلث F G M نفس الإشي هنا مستقيمان يحويان M هاي M بنقدر نقول W Z بنقدر نقول Y M وينها هنا W Z مستقيم يحويان بنقدر نقول Y X يحويان قطع مستقيمة تحويان نقطة S وينها S هاي نقدر نقول Z W ممكن فيه إجابات أخرى زي Y X زي R S مثلث تغروا لعادة له مثلث S X W هذا مثلث ماذا شايف خطوط يعني أي مثلث P هذا المثلث P M L P M L So هنا يقول لكل زوج من الأشكال التالية جد مساحة الشكل الأخضر طبعاً إحنا نأخذ ظلع الأخضر على ظلع الأزرق بربعهم ظلع على ظلع يساوي المساحة مساحة بدأت بالأخضر بكتب فوق الأخضر مساحة الأخضر على مساحة الأزرق يعني ظلع على الظلع تربيعهم يساوي المساحة على المساحة طب يلا نطبق هذا الأشي بيصير 28 لا بدينا بالأخضر خلينا نبدأ بالأخضر يصير نبدأ بالأزرق بس الترتيب يكون نحافظ عليه الآن بدأنا بالأخضر 19 على 28 بس كلاهما تربيع تربيع عشان نقدر نوزع التربيع هنا أو هنا يساوي مساحة الأخضر أنا مش عارفها A على مساحة الأزرق ما عطيني إياها هنا 700 بعدها نروح نعمل ضرب تبادلي بنقول A بتساوي نقسم على اللي بيقابل A اللي هو 28 تربية ونضرب 19 تربية في 700 نروح نسوي هذا الإشي على الأهلة الحاسبة عشان نطلع الجواب هنجي نقول هنا علامة كسر 19 تربية ضرب مساحة الأزرق 700 قسمة مربع الظلع الأزرق توقعوا تكون أكبر من 700 ولا أقل من 700 لأنه الظلع كبير عند الأزرق وإذن المساحة كبيرة عند الأزرق هل سا بدو يطلع معي الإجابة أقل من 700 يساوي نخذ 300 و 22 فاصل ثلاث إذن المساحة قربها لأقرب جزء من عشرة 300 122 فاصل ثلاث متر مربع نفس الإشي هنا يلا نبدأ بالأزرق ضلع الأزرق سبعة بصير تربية على 11 تربية لاحظوا كيف تساوي مساحة بدأنا بالأزرق إذن نبدأ بالأزرق مساحة الأزرق 42 على مساحة الأخضر area نحل نحل بنفس الطريقة نقول زي هيك A بتساوي نقسم عن اللي بيقابل A اللي هو 7 تربية ونضرب ونضرب في 11 تربية ونروح على الحاسبة حاسبة كالكوليتر نقول 12 ضرب 11 تربية وتحت 7 تربية يساوي SD 29.6 29.6 إيش لوحدث القياس متر مربع اللي بعده نفس الشيء نبدأ بالأخضر الترتيق المهم اللي تبدأ به بالظلع تبدأ به بالمساحة الآن أنا بدأت بالأخضر 2 تربية ظلعه تربية على الظلع المناظر له 6 تربية يساوي الآن هنا مساحة الأخضر مش عارفين area على مساحة الأزرق 24 تبادلي area تساوي تقسم على 6 تربيع اللي هي 36 واضرب 2 تربيع 4 في 24 على 12 على 12 فيها 8 على 3 أنا هاي بيظل 2 وهاي 3 8 على 3 نقدر نبصتها بالآلة 8 قسم 3 يساوي SD 2.67 وحدة القياس سنتيمتر مربع هذا بالنسبة لأنه لما يعطيني ظلع ومساحة أحدهما ويكون بنطلع زي كل هنا حدد إذا كانت المجسمات متشابهة أم متطابقة أم ليسا أي مما سبق إذا كانت متشابهة اذكر عامل المقياس خلينا نشوف لحظة ومكعبات اثنين هذا ثمانية 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 هذا أربعة 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 معنى ذلك إنه في تشابه لأنه أربعة ثمانية فيها نص أربعة ثمانية نص أربعة ثمانية نص إذن هذه بسميها متشابهة عامل المقياس عامل المقياس أربعة إلى ثمانية وهي أقدر أختصرهم على أربعة على أربعة واحد إلى ثنين هذا هو عامل المقياس أما المجسمين اللي بعدهم لاحظ هنا نصف القطر ثلاث نصف القطر ثلاث لارتفاع خمسة ارتفاع خمسة إذن هذه بسميها متطابقة إذن متطابقة خلينا نشوف اثنين صارت نظيرتها خمسة طيب وهي كمان اثنين لازم تكون نظيرتها خمسة يعني عشان اثنين إلى خمسة هذه اثنين إلى ستة وهذه اثنين إلى خمسة إذن هذا ليس متشابه ولا متطابق ليس أي مما سبق خلينا نشوف هنا سبعة على سبعة ممكن يكونوا متطابقين بس هنا سبعة وهنا عشرة إذن كمان ليس أي مما سبق لهم متشابهين يعني متشابه يعني صورة مكبرة ولا هما متطابقين ننتقل الآن إلى تبسيط التعابير هذا هو المادة الرياضيات مش هندسة بتبسيط التعابير عشان نجمع كسره نحتاج توحيد المقامات فأنا إذا بدي أبسط نص زائد ثلاث على ثمانية هنا أحتاج أوحد المقامات يعني خلي المقام يصير ثمانية أضرب هاي بأربعة وأضرب هاي بأربعة فصارت أربعة على ثمانية زائد ثلاث على ثمانية لحظة النص صار أربعة ثمانية الآن عند الجمع بحط المقام مرة واحدة ثمانية وأجمع أربعة زائد ثلاث وبصير سبعة على ثمانية هذا بالنسبة للرقم الأول أما الرقم الثاني سبعة على تسعة زائد ثلاثة على ستة في عندي طريقتين إما خلي المقامات بصير ثمانطعش أو هاي بتختصر هاي بتصير واحد على ثلاث وبس أضرب الثلاثة خلي الثلاثة بصير تسعة يعني بدل ما أضرب الكسرين فصارت اثنين على ستة لواحد على ثلاث صارت رجعتها ثلاث على تسعة سبعة على تسعة زائد ثلاث على تسعة ويساوي ويساوي عشرة على تسعة نقدر نكتب على شكل عدد كسري يعني ميكس نومبر لحظوا السؤال الثالث عندي اثنين على خمسة زائد سبعة ثمانية هنا ما أقدر أخلي الخمسة تصير ثمانية ولا أقدر أخلي الثمانية تصير خمسة إيش المضاعف المشترك الأصغر اللي أقدر لوصلهم إليه 40 يعني الخمسة بتصير 40 والثمانية بتصير 40 وذلك بضرب هاي بثمانية وهاي بخمسة زي ما ضرب بتحت أضرب فوق زي ما ضرب بتحت أضرب فوق شاو يصيره المقامات 40 وتوحد المقامات إذن الآن 2 ضرب 8 فيها 16 5 ضرب 8 فيها 40 زائد 7 ضرب 5 فيها 35 8 ضرب 5 فيها 40 ويساوي هنا 41 و 10 51 على 40 السؤال الرابع 2 ضرب 4 8 9 ضرب 8 دعيها 9 ضرب 8 عشان أختصر 8 مع 8 9 ضرب 8 أنا مع هاي بتروح يظل 1 إذن الجواب 1 9 نفس الإشي هنا أقدر أختصر قبل الضرب كيف أختصر قبل الضرب 21 والسبعة يقسم 2 على 7 ف21 قسم 7 فيها 3 و 7 تقسيم 7 فيها 1 1 نفس الإشي نفس الإشي نفس الإشي أقدر أختصر الثانية اللي هي الثلاث هاي مع 24 أقدر أختصرهم ع 3 فيها 1 ع 3 فيها 8 إذن بتصير الجواب مختصر جاهز 1 ضرب 3 3 1 ضرب 8 8 يلا بنسوي هاي بصير أضرب مباشرة وبعدين أختصر وبيصير إني أختصر قبل الضرب يلا بدنا نختصر قبل الضرب ع 3 فيها 1 ع 3 فيها 3 نختصر قبل الضرب ع 2 فيها 1 ع 2 فيها 5 إذن الإجابة 1 ضرب 1 1 5 ضرب 3 15 سؤال السابع اللي بتروه كرة قدم يحضر أحد فرق كرة قدم في المباريات يحضر مبرد ماء سعة 36 لتر كم كوب سعة 250 يمكن أن يشرب طبعا 36 تقسيم 36 لتر هذول 250 ملي لتر هذول ربع لتر يوحد أنا عندي لتر وهنا ملي لتر وحد القياسات هاي ربع لتر فالسؤال سبعة بدي أنا قسم 36 لتر قسمهم على ربع كيف أقسم على كسر أجي خلي الأول كما هو 36 وأضرب في مقلوب الكسر اللي هو 4 على 1 وبيطلع 36 ضرب 4 فيها 144 كوب خلينا نبدأ بالإحتمالات بفيديو مستقل لأن الإحتمالات حلوة وجميلة وتحتاج هيك تفهموها كويس إذن يكفي هذا الفيديو اليوم وإن شاء الله الفيديو القادم عن الإحتمالات وبكمل لكم هذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله